بعد نحو عام ونصف تعود الأطراف الليبية مجددا إلى ألمانيا لاستكمال مسار برلين واحد وتقييم التقدم المحرز في خارطة السلام الليبية التي هندستها ألمانيا والأمم المتحدة وشركاء الدوليون في النسخة الأولى ووفق مصادر ليبية وألمانية فإن مؤتمر برلين 2 المقرر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري سيكون محطة مهمة لدعم اتفاق جناب وتنفيذ خارطة الطريق وسيبحث وفق وزارة الخارجية الألمانية في الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد وذلك من خلال ملفات ثلاثة بما فيها تهيئة الأجواء الأمنية والدستورية لعملية الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد على النحو المتفق عليه في وقف إطلاق النار كما ستناقش الأطراف المجتمعة خطوات توحيد قوات الأمن الليبي المؤتمر الدولي الذي سيعقد بوزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين سيشارك فيه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كما ستحضره كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى جانب الإمارات وتركيا وجارتي ليبيا مصر والجزائر وكان مؤتمر برلين واحد الذي عقد في يناير العام الماضي شدد على وقف شامل لإطلاق النار ووقف كافة الأعمال العدائية وتوحيد قوات الأمن الليبيا والامتفال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بحضر الأسلحة إلى جانب إطلاق عملية سياسية تفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية